زي ما كنا بنتكلم في بداية الحلقة النهاردة العالم بيحتفل احتفال غريب شوية احتفال مخصص لناس معينة هم النباتيين النباتيين دول فيه منهم أنواع ما همش نوع واحد فيه نوع مثلا بيمتنع عن أكل اللحمة والفراخ وفيه نوع تاني بيمتنع عن البيض واللبن وبيمنعها تماما من واجباته وفيه نوع تالي بقى ده ما بيكلش أي حاجة من الاتنين دول وهنا بنترح أسئلة كتيرة هل هذا الشخص النباتي هل اللي بيعمله ده نظام صحي هل هو كده بيحافظ على صحته ولا بينتقم من صحته أو متخيل أنه هو بيساعد نفسه لكنه بيضر نفسه دين صحيح احنا مش عارفين بجد هل هذا نظام صحي بالفعل أنه هو يكون جسمه بيتبني خاصة لو هيبقى من سن المراقة والأطفال وغيرهم اللي بيعتمدوا هذه الأنظمة ده بيكون خطر كتير على صحتهم ولا لا طبعا تفاصيل أكتر هنعرفها من ضفنا المنورنا في الأستوديو دكتور هاني جبران استشاري اسمنا والنحافة صباحا خير يا دكتور صباحا خير يا فنم أهلا بيك وأهلا بيستاذ المشاهدين كلهم أهلا بيك دكتور حابين نعرف بس في البداية ايه هو المفهوم المعلمي للنباتيين كويس زي ما حضرتك قلنا بالزبط في البداية النباتيين دول أنواع لأن فيه ناس كتير يقول لك أنا عبقى نباتي وخلاص لا فيه كذا نوع لأنواع النباتيين وموجودين لها تصنيف فيه النباتيين اللي هم الستريكت فيجن اللي هم النباتيين قوي بقى دول اللي ما بيكلوش أي حاجة نباتي جدا ده آآ ده بقى لهوا إيه ده ما بيكلوش أي حاجة حيوانات أي حاجة فيها روح زي الأقباط بالزبط في مصر انهود بيبقوا نباتيين في فترة معينة في الصيام بتاعهم ما بيكلوش أي حاجة فيها روح زي إيه؟ الفراخ والسمك واللحمة والبيض وجميع الحاجات اللي هي ممكن تقدر فيها زي ما تقول فيها روح دي كده ما بيأكلوهاش دول النباتيين بقى اللهم استريكت ولهم مشاكلهم طبعا لو خدناها طويل هيبقى فيها مشاكل طب مين تاني برضو هم نباتيين برضو بس بيزودوا اللبن ودولها اسمها دي بيزودوا اللبن في منهم برضو يزودوا البيض وفي منهم ياخدوا البيض ومشتقطة وحاجات زي كده في منهم هم 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 وروحهم مزودين كمان السمك ويجي يقولك برضو احنا بنأكل ايه سمك وفي منهم بقى ايه اللي ماشي بمزاجه يقولك مرة يوم نباتي يوم لأ ده يعني كده بيحبوا ايش معنى النباتيين دول بيعملوا ايه بيبقى لهم ناس معينة اول ممكن تكون معتقدات دينية نمرأ واحد نمرأ اتنين ممكن تكون ان هو بيحب البيئة عايز يحافظ على البيئة ممكن حاجة تالتة كمان ان هو يكون مثلا عايز بيحب الحيوانات عايز يعيش صحيا اكتر لها مدار لها مدار لها فوائد لها فوائد كتير جدا وده اللي حنقدر نتكلم عليه كمان طب نتكلم عنه على طول على طول الفوائد بالنسبة لفوائد الانظمة النباتية بصفة عامة اولا كمية الالياف اللي موجودة كويسة جدا كمية السعرات الحرارية قليلة يعني ايه بقى سعرات حرارية قليلة يعني معنى كده ان هو حيبتدي يقل في الوزن ده حاجة كويسة الامتلاء اللي بيحصل له هايزين بس نقول بالنسبة للفوائد والاضرار لانه عين اللي حضرتك ذكرته قلت ان فيه نوع بيمتنى عن اي حاجة فيها روح سواء كانت اللحوم يعني مشتقتها حتى والقلبان والجبن وكده وفيه نوع تاني ممكن بدخل اللبن في النظام بتاعه فده فوائده ايه واضراره ايه وده فوائده ايه واضراره ممتاز للنسبة الناس الدباتيين اللي هم دولهم اضرار معين اولا ان هو ما بياخدش حي حاجة حيوانية والأي الحاجة الحيوانية ديت برضو مهمة لسبب واحد فيتامين بي 12 فيتامين بي 12 دوت مهم جدا لبناء الانيميا والكلام ده كل فيه حاجة اسمها ميجانو بلاستيك انيميا ديت لازم محتاجين بي 12 وللأعصاب كمان فدوت محتاجينه طب دوت انا اقدر اخده ممكن ناخده اه عن طريق حاجات نباتية عن طريق اللي احنا اكل بروكلي اكتر الكلام ده كله حيساعدني كتير لكن في نفس الوقت محتاج اللي انا ااخد بي 12 عن طريق مكملات غزائية بس مين اللي حدد المكملات الغزائية وليه لقى الدكتور الطبيب الممعالج هو اللي قدر يقول لنا اقدر ااخد علاج ولا ما قدرش ااخد في حاجة تانية كمان بالنسبة لي المشاكل الصحية بيبقى عندهم نقص كمان في الاميجا سري وفي الاميجا سري لان انا مش هيكله اسماك والاسماك اللي زيتية بالذات بتدينا الاميجا سري لصحة الدماغ وصحة الشرايين فده مهمة جدا ان احنا ناخد برضو مكمليات غزائية تحت يا شراف طبي وحنقولها دي حكاية دي لان مهمة اوي الحكاية دي لان فيه ناس كتير قوي يقول لك انا هاخد اي حاجة هاخد فيتامين ده فيتامين هو فيه مشكلة اه فيه مشكلة كتر الفيتامينات غلط لان ما ينفعش ااخد فيتامين من غير ما يكون اشراف طبي الليتها مش مظبوط وكترها برضو غلط الطريقة الصحيحة لو انا عندي نقص ابتدأ اخدها لو نقص في الغذاء ابتدي ااخد الحاجات دي فيه حاجة كمان مهمة جدا بيبقى عندهم نقص في الكالسيام كمان بالنسبة للنباتين بيبقى فيه حجاشة حزام بيبقى فيه عنده تكسر في الاسنان وكلام ده كله برضو دي نقدر نحلها هل دوت طبيعي كويس اه لكن ناخد بالنا ان هما نسبة الكوليسترول عندهم بتبقى قليلة اكتر النباتين بنيزة جدا بس ناخد بالنا برضو ان الكوليسترول بيتصنع من الجسم نفسه ليه برضو يعني زي ما بيكون ليه اضراره ليه النوافع بتاعته يعني مهم للجسم يكون موجود نسبة دهون معينة صح زي ما حضرتك قلت بالزبط ان فعلا محتاجين ناخد دهون هي الدهون بتتقسم فيه دهون مشبعة ودهون غير مشبعة الدهون الغير مشبعة هي دي اللي كويسة لكن الدهون المشبعة اللي موجودة في بعض الزيوت زيزة النخيل وحاجات اللي هي بيها في الدهون الحيوانية دي بتبقى فيها مشكلة هل الكوليسترول مهم في حياتنا الكوليسترول مهم ان انا لازم عشان بناء الخلية نفسها من الكوليسترول وبيتصنع من الكبد عشرة في المية بس بيبقى نتيجة الاكل تسعين في المية بتصنع من جسمنا عشان كده اللي عنده كوليسترول عالي لو فضل يقول يا دكتور هاني انا مش عايزة اخد دواء وعايزة منع اكل بقى الحاجات اللي فيها الصفر البيض والكبد ده والكلام ده كله مش هاكلهم وكده الكوليسترول حينزل هقول له لأ مش هينفع عشرة في المية بس تسعين في المية لازم تاخد علاج والعلاج مهم وياريت كمان اي حد عنده كوليسترول لان انا اكتشفت الحكاية دي محدش بيعرف عنده كوليسترول خالص نهائي محدش بيمشي في الشارع ولك اه يا كوليسترولي او كوليسترولي بيقناح علي النهاردة فان شاء الله هبتدي ايه اخد العلاج لا هو اهم حاجة ان انا اعمل التحليل صحيح لو عملنا التحليل هيبتدي اقدر اعرف بالزبط انا عندي كوليسترول لا وهناخد العلاج وهناخد العلاج لعمر كله طيب خلينا نشوف كده رأي الناس ايه في الشارع عن موضوع بقى النباتيين وهم فاهمين الموضوع ولا لا وهل في ناس بتتبع هذا النظام ولا لا انا اعرفوا دلوقتي من رأي الناس في الشارع موسيقى لنباتيين اللي بيوافق واحد نوفمبر من كل سنة نزلنا سألنا المواطنين في الشارع اي رأيكم في الناس اللي بيمتنعوا تماما عن اكل اللحوم عشان يحفظوا على صحتهم موسيقى موسيقى تعرف يعني ايه نباتيين مش عارف الصراح اللي هما ما بيكلوش لحمة خالص مثلا اللي هما الناس اللي هي بعيدة شوية عن اكل اللحمة وكده واللحوم والفراخ صح الشخص النبات اللي هو ما بيقولش اي لحم نهائي خالص خضار بس حياته كلها خضرات ما بيتبيعش اي نوع من انواع اللحوم موسيقى طيب اي رأيك في الناس اللي مش بتاكل اللحمة خالص عشان يحفظوا على صحتهم لا ايه اللي انا عرفه عن اللحمة انها مفيدة ايه ما بيش حاجة اتعاوض عن البروتين الحيواني لازم الانسان ينوع ما بين النباتي والحيواني هي اللحمة بيبقى فاقة بروتنات والحوم مش عارف ايه يعني بروتين ودد صحة يعني الاسماك برضا فاقة وفايدة عن اللحم واللحمة والفراخ لا ايه اكيد كل حاجة بيبقى ليها ميزة وبيبقى ليها اه حاجة تانية يعني انت دلوقتي اكلك في اللحوم فبيبقى كله بروتينات اكل صحي والنبات نفس الكلام بس اللحوم بتتعب البطن شوية بتبقى تقيلة شوية عن الاكل كده انت ممكن في يوم الايام تستغنى على اللحوم تماما وتكتفق بالبروتين النباتي زي الفول والعادس وغير لا طبعا اكيد ده هيبقى جنب ده لكن ماينفاش حاجة الوحبة لو فيها ضرر ماكلش اللي فيه ضرر طبعا نفاش ضرر لا خلاقا اي حاجة مفيدة للاكلة كلها طبعا اكيد بيبقى ليه اثار جنبية اكيد حتى لو هو مايعرفش لكن بيحصل له اثار جنبية اللحمة والبروتنات والكلام ده هات موجودة ضرورية في الحياة عادي موجودة بناكل مش موجودة خلاص هو طبعا بيمتنع بخطره ولا اكباري يعني ساعات الظروف الصحية بتملي عليه انه ماكلش لحمة قال ده منع اكباري لكن هو عب طبيعته انه هو ما بيحب شكل اللحوم والكلام ده ده موضوع شق تاني فهو شقين شق طبي وشق نفساني طب يا دكتور احنا تابعنا قراء الناس ومعظمهم بيكلم محدش عارف اذا كان النباتيين هما الاصح ولا كمان الناس اللي بتاكل بروتين حيواني هما الاصح رأيك ايه في الالو هو الموضوع على حسب انت محتاج ايه هل الناس النباتيين ودول انواع زي ما احنا قلنا هل هما غلط لا بس يبقى يبقى فيه ناخد بالنا من صحتنا لان النباتيين احلى حاجة فيهم ان هم اولا بيبقى عندهم كريزمة بيبقى عندهم صحة كده بيبقى عندهم شخصية لان هو تحدى العالم كله زي ما بيقولوا كده ورحمة ايه قالك انا حابقى نباتي وحابعد عن العوض هي موضة موضة بيقالدوا بعض بصي هي وصلت فيه مرحلة معاينة بعض الفنانين حتى الابساز انيس منصور الله يرحمه كان بيكان نباتي ودي كان حاجة مهمة اوي الناس تعرفها لك ان النباتيين بيبقى بيبقى عنده صحة اكتر بيبقى عنده نشاط اكتر لانه بياخد كمية كربوهادريت اللي هو الرزو مكافونة فبيديله كمية نشاط اكتر مهمة اوي وكمان بيبقى عنده نسبة المشاكل في القلب بيبقى قليلا لكن الدراسة بقى اللي انا لسه سمحها حديثا ان النباتيين بيبقى عندهم مشاكل في السكتة الدماغية طب ليه كده انا حتى استعجبت قلت ازاي بقى يعني القلب وسكتة الدماغية ازاي لان بيبقى فيه نقص فيه بي 12 فالبي 12 دوت والأوميجا سري بيبقى هو ده المسؤول عن الشرين فممكن يحصل فيه هل لازم؟ لا هل بيقولوا هل هو ده السبب النباتيين؟ برضو قالوا لا مش متأكد وارد يعني بس وارد جدا طيب الناس النباتيين صحيا بيبقوا صحيا اكتر عندهم طاقة هيبقى عندهم كمان البشرة بتاعتهم تبقى احسن بيبقى لانهم بيأكلوا خضروات اكتر بيأكلوا فكهة اكتر بيبقى عندهم امتلاء من الالياف الناس بيبقى حتى ما عندهمش امسات كتير لان بيبقى فيه الياف اكتر ودي حاجات كويسة لها مضارقة طبعا في بعض النباتيين هل فاند ما عليش في النظام اللي حاجة بتتكلم عنه ده دخول قطعة من البروتين الحيواني ده ممكن يأثر على نضارة البشرة؟ مش هيأثر على نضارة البشرة لكن اللي بيحصل ان هو لما بيأكل خضروات وفواكه اكتر بيبقى دي حلو جدا للبشرة تاني حاجة بيشربوا مي اكتر ده برضو حلو للبشرة اللي هو بنعوضوا الدهون المشكلة بس الحيوانية ان هم بيأكلوا لحوم اكتر بكميات كتيرة بيبقى فيها الدهون وتاني حاجة بيحس بالوخم هو ده اللي عنده بيبقى مشكلة ان هو ما بيقدرش يبقى عنده طاقة اكتر لكن لو في التوازن لو كاننا بتوازن هو ده الاهم يعني الفيت في فترة معينة ومعين لكن ممكن كمان نرجع يبقى ناخد البيض لان البيض حيساعدني اكتر وده وجبة بروتينية حلوة جدا لكن لو خدنا عدسه الكلام ده هيبقى احسن كتير طيب فيه اطفال بتبقى لا بتحب الجبن ولا بتحب اللحمة ولا بتحب الفراخ نباتيين كده زي ما قلون من يومهم هل ده خطر على صحتهم وهل لوانها بقى نباتي ابدأوا من عمر كام يبقى امن بالنسبة لي ومش خطر على صحته كويس حكاية ان الطفل يبقى نباتي علشان هو مش عايز يبقى ده بقى عايز تربى يبقى لازم يأكل من الاخر يعني مفيش حاجة اسمها كده ليه بقى لان هو احنا اللي بنقول لأولادنا احنا اللي بنقول لأولادنا مش عايزنا اللي بتربينا مش هو انا مش عايز كده انا مش عايز كده بس الخطر عليه من هو طفل ان هو ما يأكلش البروتين الحياة لا طبعا الخطر ليه لان هو مش بحتاج هو مش خطر قوي لكن على حسب برضو الاسرة لكن ما ينفعش ابدا ان لانا هقوله تبقى نباتي خالص من غير ما حتى يأكل بيد لان كده مش هيقدر يبني عضلاته لان كمان الرياضيين كل واحد نباتي يجي يقولك انا حابقى رياضي هيبقى صعب قوي بالنسباله لان مش هيقدر يبني العضلات الا عن طريق البروتين الحيواني والاطفال في الفترة دي والمهم جدا الحوامل والمرضعات هكذا تقولك لأ انا مش عايز يأكل انا مليش نفس انا مش هاكل لحوم او مش هاكل اي بيد ولا اي لبن كده هيأثر لي على الجنين على صحته فلازم نحن يبقى جزء حيواني دول ممنوعين من النظام النباتي مش مقدرش اقول ممنوعين بس هيبقى في مشكلة زحية طبعا لان فيه مرض معتقدات الناس كتير يقولك لا انا مش عايز ايأكل انا مليش نفس ايأكل او انا عايز بحب الحيوانات مقدرش ايأكل كده بيعملوا الكلام ده لكن انا لقدر اقولهم نزودوا بقى عن طريق ايه ممكن المشروب ده تيبقى كويس ممكن هياخد لبن الفول السوية الجبنة اللي هي فيها السوية لا هو استريكت جدا ما بيقدرش ياكل الحاجات الحيوانية الاهم من كل ده ان احنا التوازن بقدر الامكان هو ده اللي عايزتنا لكن الاطفال ما تبقى نباتيين انا بغير بنصح بالكلام ده حيبقى صعب عليهم طيب التوازن ده يحصل ازاي فاندم يعني محتاجين من حالك روشيتة كده للناس الناس اللي هم واخدين الطريق بتاع اللي هم نباتيين فقط والناس التانية برضو الجانب الاخر كويس النباتيين دول حاجة كويسة جدا اولا ان هم بيقدروا ممكن يتحكم في نفسه وان اللي يقدر يتحكم في نفسه ده حاجة كويسة جدا ان هو ما بيجريش وراشة هواته ان هو انا عايز اكل ده انا عايز اكل ده ده يعتبر انسان كويس جدا ونيجي نبص كمان ان الكمية الكربوهدريت اللي بياخدها دي حلوة في نفس الوقت هتديله طاقة هتديله نشاط على مدار اليوم هيختلف كتير قوي عن اللي بيأكل حيوانية اللي هو اللحوم هيبتدي عنده واخم ايه هي بقى الحاجات اللي نقدر نعملها والناس دي ايه الحاجات اللي نقدر يديني الطاقة اكتر ويعايزين احسن اولا ان احنا نبتدي ناكل على مدار اليوم لو كان الفكهة والخضروات خمس وحدات على مدار اليوم هيفاجني جدا هيديني صحة وهيديني اكتر ان انا ابتدي عندي نشاط نشرب مية كتير الرياضة جزء اساسي هل النباتيين خطر بالعكس النباتيين صحة اكتر وعندهم نشاط اكتر لكن بقدر الامكان يبقى فيه توازن ويبقى فيه بيت كمان وناخد مكملات غزائية تحت اشراف طبي لو هو نباتي يعني بنتمنى السلامة للجميع بس بنتمنى كمان هما يسمعوا من نصيح من حداك لقلتها دلوقتي علشان برضو ما يتعرضوش صحتهم للخطر ودي اهم حاجة انا بشكرك شكرا جزيلا ان اوارتنا دكتور هاني جبران استشاري اسمنا وانا حافظ شكرا عن وجودك معنا شكرا جزيلا يا فاند ليا شكرا